في أجواء يطبعها الهدوء والالتزام توجه المواطنون إلى صنادق الاقتراع لاختيار ممثلهم في الجماعات الترابية ومجلس جهات بني ملال خنيفرة ومجلس النواب ففيما يتعلق بالانتخابات الجماعية تنفس حوالي 2515 مرشحاً على مستوى دائرة بني ملال موزعين على 17 لائحة انتخابية وبخصوص الانتخابات التشريعية بلغ عدد اللوائح المتنافسة 16 لائحة تضم 96 مرشحاً للفوز بست مقاعد تشريعية وبشأن انتخابات المجلس الجهوي تنفس بإقليم بني ملال 13 لائحة للفوز بالتمثيلية الجهوية وقد تم فتح 615 مكتب تصويت في 378 دائرة انتخابية من أجل توفير الشروط الملائمة للناخبين بهدف اختيار ممثلهم في المجلس الجماعي والمجلس الجهوي ومجلس النواب